موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات انتم بنا يا ربي أمركم كل هاتكم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله رجعت لكم فيديو جديد هذا الفيديو سيكون عبارة عن الثلاثة المادية المشترياتي التي جمت معي من المغرب بالنسبة لأخوات الذين تابعوني دائما نعرفوا أنني شاركت معكم جزء الأول اللي كان عنده علاقة بكل هاتك شيء اللي عنده علاقة بالمطبخ الحلويات وغير ذلك وجزء الثاني كان عنده علاقة بالأشياء التقليدية الفخار وصنعة المغربية وجزء الثاني اليوم إن شاء الله غد يكون خلاية ما بين المال بعض الأواني ما بين العطارة المغربية أو أي حاجة عنده علاقة بالحمام المغربي ومنطوش عليكم هذا بندوزه إن شاء الله هم دون تعرفوا عنه هذه المنتوجات أول شيء غدي نشارك معكم هو هذا البراد هذا هذا ربما كنت اشتوه عمدي في آخر فيديو كنت عملته على ضيوف الغفلة وكنت حطيته وكنت سربيت فيه الشل هذا أغزال كان عاجبني هذا الستيل بلدي بزاف أنا دبت بركلارة تفنه في البرارد ولكن الرجوع للأصل فضيلة يعني هذا الستيل هذا البلدي يبقى أحسن هذا كنت اخذيته من الحبوس والثمان دياله كما كنت ذكر كان 130 درهم ماشي غالي وتبركلارة البرارد وكنت اخذتها هذا البرارد وهنا اخذت هذا البرارد كما اشتوه على قياس واحد او كغيث كويس لك في الصباح وهذا اخذتها من سوق الحبوس سوق الحبوس هذه كنت اخذتها في اخر روتين كنت وضعت فيها الشاي والكاس هذه كنت اخذتها كما كنت ذكر 80 او 85 درهم يعني مغاليين هذا البرارد ليس اخذتها ولكن اعجبوني هذه البلديين وهم مشكلات احجام كبار اخذت هذه المتوسطة اخذت معها هذا بزاف كانت اخذتها هذو زويني بزاف حلوين وصغيرين هذو اخذت منهم غيجوج اخذت من الحبوس هذو كنت قدرت توضع فيهم برات اتاي كنت قدرت توضع فيهم الكاس لكن انا اخذت غيجوج بحسابي غي انا وراجلي هكذا في العشية كنت تكون جلسة المسائية كنت وضع فيهم الشاي كنت قدرت نوضع فيهم كسان جل عاصر او تحليات واخذت هذه الشوشيات او الشاشيات هذو تهوما كيجيو رائعين جدا ندمت عليش ما خذتش الوينات بزاف ربما بعد المرات كنت تعمى يمنين كنت تشوفي هذ شي كتير كالدوخي هذو كنت خذتهم بالضبط من جامع الفنا من مراكش غزالين 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 كمشتوا تبارك الله كيجيو فيهم هذ الخميسات اكيد هذو ماشي الخميسة ديال العين ولكن فقط هذ شي اللي تزين ضروري الواحد خاصوا يقوم صفيني تولي ان شو وحدين مؤخرا كنت ندرت لكم صناعة تقليدية قالوا لي الخميسة وهذه كبادعة وهذا و هذا انا كنقول اليوم ان هذا شي خطيس والحمد لله غلد زين و قلبي صافي من هذا الناحية ممكن ما اشتو هذو كيجيو غزالين في فبرايرد هكا على حساب مثلا تفريشة اللي غادي تدري الصينية ديالك تقدري تدري معها اللون ديال هذ شوشية هذي راقي جدا وتعطيه حميمة حميمة للجلسة سواء العائلة في أسرتك او الأحبابك بنسى هذو كذلك هنا خديت هذا الطواجين هذا هذا عندي بحاله والله يعمر هذا هذو اللي يكون فيهم هذو هذو تغليفة هذي مجناب كان زابتوا الياما تقربا هذي تقربا عام و نص و غزالين فعلا غزالين و ثمان ديالهم يعني ما زيتش بزاف على الطاجين اللي كيكون عادي و دائما انا كنفضل هذا الطاجين ديال طين ما كيجبوني شدوك المجلجين هذا كيجي فيه الطياب ديد و بنين و كما شتو هذي تغليفة ديالهم من تحت كيجيو هكا و كتجي فيهم هذي ديدة من كيكون سخون كيجي ما كتشتش فيها سخونية بالمرة و هذي ديال ما كيتحرقوش و ان شاء الله انا هذا جبتو غيح تياطيا لان الاخور بقي عندي الحمد لله هذا جوب ان شاء الله كيجيو هذي سولوني كيفاش طاجين ما كيتشقاقش او مثلا كيدوم لك مدة طويلة ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم الطريقة ديال الروداج ديالو ما عارف شوش كيت تسمى الروداج مهم طريقة باش كان اللي كانت تابع لي باش ان شاء الله كيبقى لك سنين ما كيتهرسلك ما وعلوم هنا يا خديد كذلك بنسبة الصناعة المغربية او الاشياء اللي عنده علاقة بالملابس خديد شري بلاس و الخصراحة ما تجيش المناسبة باش كي نلبس هاتش ولكن كيف كان نقوله كان جيبه البارو كان عجبني بزاف شرابل ولكن ضماج ما كان ملقاش هنا شي شي ازعمة كان مشي عند الناس بزاف ولا هذا باش كي نلبس هاتش وين جبت معي اغي هذا كم مستوه هذا في الاسواد عجبتني خدمة ديالو بزاف وماشي زعمة شي شرابين غالي 30 درهم 30 درهم يعني تبارك الله ركيل العجب في الشراب وخديت هذا اللي مستوه هذا خديته داخل لغ جنطي وشوية هذا اللي مكاسي فجنا كي تسمى الكاغتي هذا عجبني بزاف هذا كتقدر يتلبسيه معه تقربين كي تتمشلك مع جميع الالوان وصافيت تقربين جوجهم كانوا بنفس الزمان 30 درهم الواحد انا مهم حية تشهوتي منهم ومخلي بس مغي في الضار مهم وكذلك منساش ضروري يجيبوا معنا العلام المغربي او الرايا المغربية ضروري اي بيت مغربي سواء في المغرب سواء خارج المغرب سواء في اي بلد كما بغى يكون نوع دياله وخاصنا نحرصه دائما يكون عندنا العلام المغربي نمشي ويعني نمشي شي حاجه اللي رخيصه بزاف شي حاجه اللي ما تشدش لك البلسم بالمرة شي حاجه اللي خفيفه ما تشدش لك الوزن الشانطة ولكن القيمة ديالها كبيرة 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 في قلوب كل مواطن المغربي لذلك نحرصه نجيبوا معنا العلام المغربي هذا تقربين نستدرها ما يستدرهم خفافين بجيبي ومعاك الشانطة ما يشدو لك المساحة ولا حتى حاجه وكل كبير منهم انا ضروري كان عندي واحد كبير وكانت وضرني ما عرفش كيف كانت ترحلت ما عرفش كيف توقع ومني نشيت اول شي اكتبت فلاليس اللي غدي نجيب معي المغرب هما الرايا المغربية واجبت معي كذلك هذه الكبيرة يعني شي حاجه اللي لتمن ديالها رمزي ولكن قيمتها كثقة كبيرة واجبت معي هذه اللي فيها شوشية دوم الجناب كانت عادية شو تبارك الله نوريكم هذي قداش كما شتوق رايا كبيرة وتقريبا هذي اللي ديرها بالشوشية في الجناب ديرها بثلاثين درهم شنية ثلاثين درهم بالمقارنة بالعالم وفيها هناك كذلك واحد الخوطيس اللي كنتي بغيت يتعلقها في شبل وتبارك الله كبيرة كما ذكرت تمن ديالها هو ثلاثين درهم واللي بحالة تماما غير ما فيها شوشية هذي دايرين في جناب او لهذه الهديبات هذي دايرها بعشرين درهم يعني تبارك الله راير خاص وهذا كنقول لكم حرصه ضروري نجيبه معكم العالم المغربي معكم وهنايا نوريكم طبيقات هذي طبيقات يحمقوني هذي في مكت كنش المغرب كنقول غادي نجيبه معي وكنت انا كنت كنسا وكما كنديرش لاليست ولكن هذ المرة مني درت لاليست اتوافقت ان الحمدلله اي حاجة شهوتي فيها اتوافقت انا نجيبها جلت معي هذي طبيقات هذي من اروع ما يكون كان حماق عليهم فيهم حجم الزاف كيلي كبارين كيلي صغارين انا جبت معي هذي كبيرة شوية وهذي اللي موين هذي كنقدم فيها الخبز كنت قدرت تقدبيه فيها الرغايف البطبوت المخبوزات القرص يعني كيجوا اغزالي وهذي شي حاجة اللي كنشجعوا بها المنتوج المغربي كنشجعوا بها الصناعة المغربية واليد العاملة مساكن تقريبا كيدوزوا ساعات طويلة باش كيصيبوا هذي طبيقات هذي ديال الدوم والتمن ديال اللي يكون رخيص تخيلوا معي هذي ديالة 15 درهم وهذي ديالة مية وستين او عشر درهم شنو هي؟ يعني شي حاجة اللي قيمتها كيف نقول دائما هذي الصناعة التقليدية هذي تكون قيمتها كبيرة في قلوبنا ورغم ذلك التمن ديالها يكون لمناسب للجميع الناس كذلك المية هذي من الشي يجبتها معي هذي عندي من هم تقريبا جوج او ثلاثة هذي غيتها هي بغيت نشاركها معكم باش تاييت وليو جيبوها معكم هذي عليش كنحطوه دائما هذي ما كنعرف هذي ما كنعرف سميتها اليومين هذي كنعرف سميتها يقول عليها هذي عليش كنحطوه الأطباق الساخينة اهههههه سافي كما اشتوه هذي ما مشي جديدة هذي رعندي في الدار غيتها هي بغيت نوري لكم باش تنتمه إلا بغيتوا تديروا بالكم مرة جيد جيبوها و هناك جيت معايا هذي 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 صلاعيات هذو كانوا يحمقوني مني كنشوفهم بعض الصور اللي كشاركون في غروبات او يعني صور دي العائلية كيبينو انها كيكون صلاعي كبيرة دي الوليدة و صلاعي صغيرة دي الوليدة صغار فكنت ديرباليتها هي دخلتها في لاليس باش نجيبها معايا هذو كنما اشتو صلاعيات جبت هذي في الأزرق وجبت معايا هذي جبت هذي البنتي في الحمر و هذي جبتها لولدي في الزرق هكاش الوليدات بعض المرات كيشوفوا كتصلي و ثم يجيوا كيشوفوا كيشوفوا كيفاش هذي كيش كدرت انا كيبقوا التعاندو معاك كيبغيوا يقلدوك في اي حاجة يعني الوليدين ديالهم دائما كتكون هما يعني القدوة ديالهم هما العبرة ديالهم اي حاجة كيشوفوا الوليدين كدروه كيبغوا يقلدوها فمن نحنا عدم صلاعيات قلتها هما ضروري ان شاء الله نجيب لهم صلاعيات ديالهم خاصة فرمدان و لهذا كيبه الاعياد الوليدات كيفرحوا بزاف ان تكون عندهم شي حاجة اللي خاصة بزاف الوليدين ديالهم وتخيلوا الثامن ديال هذو 25 درهم شنه 25 درهم يعني اتمينا صراحة في المغرب الحبيبي يعني الحمدلله اتمينا في الاسواق تتكون جدا مناسبة و لذكر الطبيقات هذو الذكر الطبيقات دابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نعمرهم بالاشياء اللي نجبت معايا اللي عندها علاقة بالحمام مغريبي من المنتوجات من كل شي دابا غادي تكتشفوا معايا ندوز نعمر الطبيقات ديالي هذي اللي فيها انواع ديال الزيوت كماشتو هنا خديت يعني تشكيله من الزيوت ودائما زيت 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 طبيعية ما تقدروش تقوف اي نوع منها لكي كان واحد نوع اللي رخيص بميوستين او عشرة درهم ولكن كنوا اكيدين ان هذوك غيزيت عادية مخلطة او من السماء يعني مكيكون عندها حتى فائدة في الوصفة الطبيعية لذلك من الاحسن تقولوله على طريعتكم شي نوع ليكون جيد انا هنا خديت اول نوع هو زيت اللوز عندي هنا زيت الخرواع زيت الخزامة زيت الجنجلان وزيت ديال الصبار وهدو متقربين هدو مز زيوت اللي كيدخلو في مجموعة ديال الوصفات الطبيعية سوى ديال الوجه او البشرة او ديال الشعر وحفظ الله كما اشتوا الغطاتي كاملين تهرسوا لي في الطريق جاب الله ما تخووش لي القراعي كنتخوو علي القراعي كورا مشكيلة وحفظ الله هنا اخديت هذا خطيتها من محد المحل لكي حلوة التعاونية لكي قطره الزيوت هنا اخديت الزيت ديال ارغان واكيد زيت ارغان راكني في الارخاص انكت القاومة بثلاثين درهام عشرين درهام ولكن كنوا اكيد انتها هما غيزية نباتية ديرين فيها الملوين وديرين فيها الريحة من الاحسن تكون شخص لطيقة او تعاونية او جمعية ديال هات الشي لكي قطرهم وتاخدوا منه لان الزيتر واحد كي سواء مئتين وخمسين درهم فانا يا صراحة اجتني شوية قاس عمش ان اخد اتر لتر واخديت قريعها كصغيرة يعني مش صغيرة ولكن مهم فالخير والباركة كان فيه ديال الماكلة وكان فيه ديال الكوسميتيك يعني ديال ديال جميلي فانا اخديت شوية من هذا وشوية من نوع الاخر هنا اخديت هذا الهات الكحل وهذه هي خديتة غي ديكور ونحطها في الحمام ديكورات غزالين اخديت هذه وخديتها هي الكحل بالمروة انا لم ننقل الكحل لكن اعجبني على عملها في الدار واخديت قريعتهم الكحل تمامها كغي ديكون بحيimme طويقها كي نقل طويقها عندي في الحمام سوف ارى مطلق البلدي تقليدي يكون عندي وهناي خديت هاد طبيقه السرغينه او عجبني هكا شكياله وتاريحته غزاله مهم هادي بنسبه لطبيقه اللوله وهناي الغزالهات بنسبه لطبيقه الثانيه كما شوفه فيها كتفتح شي ايه انا صراحه كيعجبني كيعجبني متخيلوش هكيعجبني هاد شي اه مهم هناي خديت هذا الغاسول هذا صراحه ان الغاسول كنفضل انه متتعملوش الشعار من الاحسن يكون للجسم يكون عنده فائدة اكثر الشعر شوية ما كنسحوش بزاف هذا غاسول مصقي بالاعشاب كما شتو بالخزامة والورد والقرنفل والسنبل والزرودة معا شنين زرودة والزرودة معا ش مهم لي عارفتها تشرحها لي لتحت مهم خديت هذا اخديت كذلك الحنه الحنه من الاحسن متاخدوش هذي كالكارتون تخضره لان هذه كما كانت متقش فيها طراحه بزاف حسن تاخدوهم دائما من عند مثلا الجمعيات او مثلا في حال هذا معشبط الامراني هذو كيكون مثلا محل تعاونيات اللي كيكون مثلا طيقة اكثر هذي كنت جبتها معايا من مكناس وخديت كذلك الورد هنا خديت نوعين خديت هذا الورد البلدي وخديت هذا الورد العادي هذا كيمش كله تفرتت ليه كله تفرتت ليه فلافاليس وهناي خديت هذا المحكة هذي البلدية اللي قديمة كانوا كيستعملوا عيالة زمان قبل يبدو هذي المحكة او الحكاكة الرجل اللي جداد هذي صراحة خديتك مشتوب الكوردة مخدومة بليد غزال بحال هذي صراحة هذي خديتها غير هكاته هي تكون عندي داكور في فاكة في الطبيقة هذي وهناي هذا العكار هذا اللي كنقولي احنا في المغرب العكار فاسي ولو فيه الوينات بزاف وهناي غيمشيطات وما بنسبل هذي حكاكات هذو هذو ما اللي يعجبوني صراحة كينجيبوه معايا هذو تمام فيهم انواع كينها هذيك اللي عادية وانا كناخد هذي النوع يعني من الاحسن تحلوها وتجربوها كين واحد النوع اللي فيهم كي ضغية كي تفرتت وكين نوع لي جيد يعني خاصك غير نتي تحلي وتشوفي عينك ميزانك على حسب كذلك التامان هناي خديت هذي البرادجة النقش هذيتها انا صراحة ما كنا نعرفش النقش ولكن غير عجبتني هكتها تكون عندي في الطبيقة هناي خديت هذيك المرياء الصغير ووريين كيف ما كتعرفوا ديال زمان كذلك هناي خديت السواك و الماء الورد او ماء ورد ديال مقونة هناي خديت هذي المشيطات هذي ديال القرن خديت في الحمر و الاسود هذي بغيتم بشي تماشى وليا مع اللون ديال الطبقة هذي الطبقة هذي اللي غدي ندير ان شاء الله في الحمام بشيكون ان شاء الله كل شي غدي سيري واحد يكون هذيك شي اللي تقليدي مئة في المئة وهناي اخر شي هو هذي الكريم ديالي غليسيرين هذي تواكي يعودوا علي بزاف صراحة عمري ما استعملتوا ولكن كان نشوف بزاف اخواتك يستعملوه و يشكروا فقلت ان شاء الله نجيبوه معي باش نجربوه اه 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 انايا فكانت تقريبا هذي الطبيقات الثانية هنايا بنسبة للطبيقات الاخرين هنايا خديت اكيد من كجلين من ناخدش معي الصابو البلدي خديت هذا لي كيجي ساشيات مفرقين هذا زوين على حسب الغسلة الوحدة يعني فيه بزاف تقريبا ان كيجيه مع هكا شاريت فيه عشرات الوحدات وخديت هذا الجل الحك صراحة تبرك اللهرة بدعو في هذي الحكاك هذو كتلقيت ديال يعني اللي مسقين بزاف الحوايج بالعكر الفاسي بالارقام مش حال من حاجة فاني صراحة خديت غي هذي صابو البلدي الاسود العادي اللي كنعرفوه دائما يعني ماشي ما خديتش هذوك الاخرين سبق لي كنت شحاله دي كنت خديت هذا كدجل العكر الفاسي هنا هذي بودرة ديال المسك وهناي خديت هذي العشوب هذي نجيب من عنده واحد العطار صراحة لي عندو دك شي غزال فخديت من عندو تخليطة ديال العشوب الشعر لي كي طحنهم لك قدامك تقريبا كتر من عشرين عشبا اللي كيدير فيهم والرائحة ديالهم ردبك قلسة انا كنت خير راسي في حالي قلسة عند شي ملعطار ريحة غزالة ومجهدة تبارك الله يعني نتمنى ان شاء الله بزاف كيشكروا هذي العشوب هذي الخلطة وان شاء الله نجربه باش ما كان نرد عليكم الخبار وخام عارفة شنو بتتفصيل فيها وهناي خديت هذي انواع ديال الغاسول الابيض ولكن هذي هذي غير عادي كان او بالارغان كان يعني يعني او في بزاف الاشكال انا خديت هذي مصاشية دياله وهتنا نوريه لكم هذا كان هذا هو ديال الارغان نجربهم وخديت هناي بالعبار خديت غير طبيعي يعني بالعبار واكيد منساش ناخد ضروري معي الخزامة وكذلك من هنا كان نقولوا يعني الخلطة الصفو البلدي والعطور والعشوب هذي كان قولوا الخرقة او الحكاكات الخرقة ديال الحمام هنا خديت غيجويجات لانهم كانوا باقين عندي فخديت هذي غيح سياطية خديت كذلك الساشي ديال مشطات العاديين تخيلوا انا ركن عيت من جرف مشاطي ومالقيتش محسن من المشطات ديال المغرب اللي كبرنا بيوم مكهيت دوري دوري العالم كامل وترجعي اليوم وهناي بغيت نشارك معاكم واحد الفيطات خديتهم من مرجان غزالين هذي في الكحل والبيض وعجبوني لان كانت بغيتش يستيلها كيكون زوين و سامبل في نفس الوقت يمشيلي مع الدكور اللي ان شاء الله كانوا جد الحمامي اللي من النساء ليه غادي نحاول نشاركه معاكم فخديت هنا في البيض والكحل كما شتو خديتهم هذي غيح من مرجان والثمان ديالهم صراحة كان جد مناسب هذي الكارتونا هذي ب 49 درهم وبهذا الغزالات كان كنا وصلنا نهاية الفيديو نتمنى فيديو ديال اليوم يكوننا لإعجابكم كذلك يكون كان مفيد لكم اخديثوا منه بعض الافكار لربما اتذكرتها و اتبعوا ديبوها معكم للمرة الجاية و كذلك نتمنى اتذكرت جميع تفاصيل على البلايس ان يخديثوا على الاسمينة حاجة الوحيدة اللي كنت تذكرين كما اتذكرتش 8 دياله و الطاجين اللي يجي مغلف بذلك الحديدات هذي كانت اخديثتها هو منترك اوريكا كانت 8 دياله و 40 درهم كاللي كبر منه ب 50 كاللي كبر شوية ب 60 يعني يقدم ما كبر الحجم وتمنى كي طلع و صراحة زويني زويني بزف و لو قدتوا تشوفوا الطريقة كيفاش غلفتوا باش ما يتكسرش لي يرجعوا الفيديو الاولاني اللي كنت عملت فيه رجوعي من كندا و شاركت معكم افكار بزف كيفاش يمكن لكم تغلفوا بعض الاشياء باش ما يتكسروا ليكم و ان شاء الله انتظروني في الجزء الرابع والاخير اللي سيكون عنده علاقة بصنع المغربية التقليدية و الدكورات و سيكون فعلا رائع جدا فكونوا في الموعد ان شاء الله و نقول لكم دابا الى اللقاء يا اغلاء اخوات الدونتون في رعاية الله قبلة الحارة اشتركوا في القناة